استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس وزراء اليابان فاميو كيشيدا بقصر الاتحادية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مباحثات القمة المصرية اليابانية شهدت الاتفاق على رفع مستوى العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وتترقت المباحثات أيضا إلى الجهود الجارية لصون وترسيق السلم والأمن على المستوى الدولي حيث جرى تبادل لوجهات النظر حول عدة موضوعات من بينها الأزمة الروسية الأوكرانية وجهود منع انتشار الأسلحة النووية فضلا عن تناول تطورات عدد من القضايا الإقليمية لسيما القضية الفلسطينية وسد النهضة يأتي ذلك فيما توافق البلدان على ضرورة تحقيق وتثبيت وقف إطلاق النار في السودان ودفع جهود الحوار السياسي واستكمال المرحلة الانتقالية كما ثمن كيشيد في هذا الصدد المساعدة التي قدمتها مصر لإجلاء الرعاية اليابانيين من السودان فيما شهد الزعيمان بعد انتهاء المباحثات مراسم التوقيع على عدد من مذاكرات التفاهم والاتفاقات بين البلدين ترجمة نانسي قنقر